فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين العزاء لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر عقب الزواج تبدأ الخلافات بين الزوجين بالظهور خلافات تنتهي في بعض الأحيان إلى الطلاق فهل بالإمكان منع وقوع هذه المشاكل والخلافات بين الزوجين قبل وقوعها هل بإمكان الزوجين الاتفاق على جملة من القضايا والمواضيع التي تمس حياتهما وشكل حياتهما في المستقبل ما هي الشروط الجعلية ومتى تكون معتبرة الشروط الجعلية في عقد الزواج موضوع حلقتنا لهذا اليوم يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الشيخ حسن يوسف ماجستير في الفقه وأصوله مرحبا بكم شيخ حسن مرحبا بكم أخي محمد ومشاهدك الكرام شيخ حسن كما أشرنا في المقدمة الكثير من الخلافات بين الزوجين تظهر بعد مدة من الزواج بسبب اختلافات ربما في طبيعة عمل الزوج وطبيعة البلد الذي يقيم فيه وتبدأ الخلافات بين الزوجين بالظهور وربما تصل في الكثير من الحالات إلى الطلق للأسف فهل بالإمكان منع وقوع هذه المشاكل قبل أن تقع وكما يقال قبل أن يقع الفأس في الرأس نعم أخي محمد دعني أبدأ بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذه الآية يشير الله فيها على أن سعادة الإنسان في حياته حقيقة الحياة بتمام مصالحها وبعدا عن مفاسدها ومساوئها إنما تكون بالانضواء تحت مظلة الاستجابة لأمر الله ونهيه السلف الصالح وعلماء الأمة على مدار كل هذه الأزمنة كانوا يفهمون هذا من هذه الآية بأن ينظروا إلى النصوص التي جاءت في شرع الله تعالى من أوامر ونواهي وينظرون إلى المقاصد التي جاءت تحققها هذه النصوص في حياة الناس تحقق مصالحهم منافعهم تدفع عنهم إصرهم العنة والمشقة عنهم وتحل مشاكلهم بالربط بين النص والمقصد ومعالجة هذا الربط من خلال النظر إلى واقع الناس كان الاجتهاد على مر العصور يأتي بالحلول لكل مشاكل الناس إذن الشريعة جاءت يعني توافق مصالح الناس وليس على العكس يعني البعض يقول بأن الشريعة جاءت لتضيق على الناس وتشترط عليهم في الموضوع الفلاني كذا وتضيق عليهم في المسألة الفلانية إذن نفهم من كلامكم العكس تماما هذا واضح جدا في كلام الله تعالى في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة ثابتة يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العصر ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ديننا كله جاء ليحقق إصعاد الإنسان ليس في الآخرة وإنما في الدنيا وضمان نجاحه وفوزه في الآخرة يترجم هذا ابن القيم في قوله في كتابه إعلام الموقعين يقول إن الشريعة أساسها ومبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاشي أي في الدنيا وفي المعاد فالشريعة عدل كلها رحمة كلها مصلحة كلها حكمة كلها الله وكل مسألة انتقلت من العدل إلى الجور ومن الحكمة إلى العبث ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الرحمة إلى ضدها فليست من الشريعة خرجت عن الشريعة ليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت إليها ببعض التأويلات الفاسدة الله بهذه النظرة للمجتهدين وخاصة الحنابلة الذين تميزوا الحقيقة في كثير من المشاكل التي يعيشها الناس اليوم يجدون حلها في اجتهادات هذا المذهب بشكل خاص وباجتهادات الأئمة عموما الذين كانوا يتعاملون مع النصوص لا بظاهرها وحرفيتها وإنما بمطابقتها بمقاصدها ومعالجة واقع الناس ومشاكلهم من خلالها المشاكل التي يعيشها الناس في أسرهم اليوم وخاصة بعد التهجير الذي تعرضوا له أو النزوح الذي أجبروا عليه فتشردت الأسر ويبحث الناس عن طرق لضمان حقوقهم خاصة فيما يتعلق بعقد الزواج وحقوق الزوجين والأسرة جعل الإسلام فيما يسمى بالشروط الجعلية من باب رفع الحرج عن الناس حل مشاكل الناس إيجاد علاجات لأي مشكلة يمكن أن تطرأ على الناس جعل في الشروط الجعلية مساحة واسعة في أن يثبت كل واحد من العاقدين في الزواج وفي عقود المعاوضات المالية وفي غيرها أن يثبت حقه من خلال ما يشترطه لنفسه لكن هذا طبعا بضوابط وشروط إذن شيخ حسن الشروط الجعلية هذه ما الفرق بينها وبين الشروط الشرعية الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون داخلا في حقيقته أو ماهيته رغم أنه لا يؤثر في وجوده فدخول الوقت بالنسبة للصلاة شرط لا تصح الصلاة إلا بدخول الوقت ولكن دخول الوقت خارج عن الصلاة صحيح ودخول الوقت لا يعني أن الصلاة وجدت وإنما هو أيضا لا يؤثر في وجودها العلماء قسموا الشروط من خلال النظر إلى مصدرها إلى نوعين من الشروط الشروط الشرعية وهي الشرط الذي اشترطه الشارع سبحانه وتعالى من خلال الوحي من خلال النص لو نأخذ مثالا على ذلك شيخ حسن لكوني نتحدث عن الشروط الجعلية في عقد الزواج تحديدا ما الفرق بين الشرط الشرعي والجعلية في عقد الزواج لو نأخذ مثالا على هذا وهذا نعم قلنا الشرط الشرعي هو الذي اشترطه الشارع في أصل العقد جميل أمثلته كثيرة منها مثلا اشتراط المهر في عقل الزواج جميل منها اشتراط الصيغة في عقل الزواج صيغة العقد اشتراط النفقة نعم اشتراط النفقة على الزوج للزوجة هذه من الشروط التي اشترطها الشرع وقلنا منذ قليل على أن الله سبحانه وتعالى اختص بنفسه أن ينظم عقل الزواج لتميزه وقدسيته وتعلقه بمقصد عظيم هو الحفاظ على الناس والأرض هذه الشروط شرعية لا يصح إسقاطها أو التنازل عنها نعم أبدا أبدا لا يمكن التدخل في هذه الشروط أو حتى التعديل عليها ولكن مع هذا جعل الله مساحة أخرى في الشروط عموما وخاصة في المعاوضات والمعاملات المالية وحاجة الناس الكثير إليها وكذلك في عقل الزواج شروطا جعلية وسميت جعلية لأن الله سمح للمكلف أن يجعلها أن يشترطها المكلف حفاظا لحق أو ما شابه جميل شيخ حسن هذه الشروط الجعلية من أين تستمد شرعيتها؟ الحقيقة شروط الجعلية كما يقول هناك قاعدة أسباب شرعية وجعلية لآثار هذه الشروط بمعنى أن الأصل في كل الشروط من شأها الشرع حتى الشروط الجعلية من أين جاء هذا الأصل؟ جاء الأصل أن من سمح للعاقد أن يشترط من سمح للعاقد أن يعقد هو الشرع جميل فالأصل في الشروط الجعلية هو الشرع من أين جاء هذا الأمر من الله تعالى للعاقد أن يشترط؟ كثيرا هي الآيات والأحاديث أيضا التي تتحدث وتؤصل لهذا الجانب من الشروط المسلمون عند شروطهم نعم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود مطلقة ومنها عقد الزواج ويقول الله تعالى وأوفوا بالعهد أي بالعقد والشرط إن العهد كان مسؤولا قال العقد شريعة المتعاقدين نعم حتى سيدنا عمر رضي الله عنه عندما جاءه رجل وقد شرط لزوجته في العقد دارا فلما أراد أن ينتقل جاءت لتعترض وتأخذ حقها فحكم لها سيدنا عمر رضي الله عنه بأن لها شرطها ولها حقها وتأخذ الدار فاستغرب الرجل الذي جاء يشكو قال هلك الرجال إذن كلما أرادت امرأة الطلاقة طلقت فقال رضي الله عنه سيدنا عمر المؤمنون على شروطهم مقاطع الحقوق عند الشروط يا سلام إذن سيدنا عمر أول من انتصر للمرأة نعم نعم رضي الله عنه سيدنا عمره طيب شيخ يعني شيخ يوسف هذه الشروط الجعلية أليس لها ضابط؟ يعني هل يصح أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يتزوج على غيرها؟ مثلا على سبيل المثال وهناك أمثلة كثيرة سنتعرض لبعضها في الحلقة ما هي الضوابط التي تضبط موضوع شروط الجعلية؟ الحقيقة في مسألة حرية اشتراط العاقدين في عقد الزواج خصوصا وفي العقود العموما عند العلماء مذهبان اثنان المذهب الأول وهو المذهب الظاهر الذي يقف عند حرفية النص ويضيق في هذه المسألة كثيرا ويشترط حتى يصح أي شرط في عقد الزواج وفي غير العقود أن يكون هناك نص صريح في اشتراط هذا الأمر وهذا الحقيقة الأخذ بهذا المذهب أوقع الكثير وخاصة في العقود المالية الناس في حرج شديد المذهب الثاني وهو مذهب أئمة المسلمين في المذاهب الأربعة علماء المسلمين جميعا في المذاهب الأربعة على التوسع في مسألة الشروط الجعلية وهذا التوسع أيضا على مرتبتين من أطلق وتوسع جدا وهو مذهب الحنابلة الذين لم يشترطوا أي شيء حتى يصبح الشرط جائزا وملزما ويجب الوفاء به سوى شرط واحد وهو ألا يعارضه نص من الشرق فإذا لم يأتي نص بتحريم هذا الشيء يجوز للعاقدين أن يشترطا ما شاء حتى في عقد الزواج مذهب الجمهور غير الحنابلة الحقيقة قيدوا هذا الإطلاق الذي أطلقه الحنابلة ووضعوا ضوابط ومن هذه الضوابط قالوا قسموا الشروط إلى ثلاثة أقسام قالوا هناك الشرط الصحيح وهناك الشرط الفاسد وهناك الشرط الباطل فالشرط الصحيح الذي يتضمن ضوابط قبول أن يشترط العاقدين حتى في عقد الزواج قالوا أن يكون موافقا لمقتضى العقد موافقا لمقتضى العقد يعني حتى لو لم يشترطه فهو موجود ضمنا في العقد كان يشترط الزوجة تشترط على زوجها أن ينفق عليها فهذا موافق لمقتضى العقد الضابط الثاني الضابط الثاني سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الفاصل اسمعنا لنا شيخ يوسف بفاصل ثم سلام بارك الله بكم أعزائي المشاهدين فاصل ثم نتابع حديثنا معكم أهلا بكم مشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر أن يرحبوا من جديد بضيفنا الشيخ حسن يوسف ماجستير في الفقه وأصوله مرحبا بكم شيخ حسن مرحبا بكم تحدثنا قبل الفاصل وقلنا أن الشريعة أتاحت للمتعاقدين شروطا جعلية يجعلانها في العقد بما يحفظ مصلحتهم مصلحة المتعاقدين وقلنا أيضا أن لهذه الشروط ضوابط تحدثنا عن الضابط الأول نعم الضابط الأول ذكرنا أنه يجب أن يكون موافقا لمقتضى العقد والضابط الثاني أن يكون موائما أو مؤكدا لمقتضى العقد كأن يشترط أو تشترط الزوجة أو وليها على الزوج أن يضع كفيلا لأداء المهر المؤخر فهذا يوافق مقتضى العقد أو أن يأتي به الشرع بحيث أن هذا الشرع لا يتعارض مع الشرع أو يجري به العرف يتعارف الناس على أن يشترط هذا الشرع فلا بأس في اشتراطه في العقد كأن يشترط الزوج على زوجته أن يكون المهر على دفعتين مؤجل ومعجل جميل نعم إذن الضابط الأول أن يكون موافقا لمقتضى العقد أن يكون مؤكدا موائما ملائما لمقتضى العقد أن يأتي به الشرع أو أن يأتي أو يجري به العرف هذه الضوابط طبعا هذه الضوابط هي عند جمهور علماء المسلمين بينما الحنابل الذين توسعوا ذكرنا أنهم لم يشترطوا شيئا سوى أن الشرط يحقق مقاصد الزواج ويؤدي إلى استقرار الأسرة ولا يأتي ما يحرمه شرع جميل شيخ حسن في واقع السوريين الآن الذين أجبروا على النزوح وأصبحوا خارج الحدود السورية في تركيا في أوروبا وفي غيرها الكثير من المشاكل تقع بين الزوجين هل بالإمكان أو ما الذي يلزم هؤلاء المتعاقدين على الوفاء بما تعاقد عليه قبل الزواج؟ الحقيقة في مساحة حرية الاشتراط التي جعلتها الشريعة كمساحة لا بأس بها في إثبات العقود وفي إلزام الطرفين بتنفيذها بالشروط التي يشتريطانها في عقد الزواج إشارة إلى مدى ما أعطته الشريعة من حرية للعاقدين في أن يثبتا لأنفسهما وأن يكون ما اشترطاه جزءا شرعيا من العقد تحفظه الشريعة وتدافع عنه وهذا الحقيقة يحسب للشريعة وقلدت القوانين اليوم لحاجتها ما الاجتهاد الذي جاء به الحنابلة الموسعون في هذا تلبية لاحتياجات وحل مشاكل هؤلاء الناس يعني في الكثير من الأحيان حصلت أن تزوجت امرأة سورية من غير سوريا وفجأة فقدت هذا الزوج وأحيانا بالعكس تماما تزوج الرجل فتاة سورية ثم هذه الزوجة ذهبت ولم تعود إلى زوجها كيف يحفظ الرجل أو المرأة يحفظان حقيهما من خلال توثيق ذلك في عقد الزواج الحقيقة هناك الكثير من المشاكل التي تعايشها المرأة اليوم وخاصة فيما يتعلق بعقد الزواج وأحكام الأسرة وخاصة في بلاد اللجوء يعني في الداخل السوري هناك محاكم شرعية يمكن أن تضبط وتوثق ولكن في بلاد غير سوريا في تركيا أو في أوروبا أيضا وفي بلاد الجوار هناك قوانين لا يمكن أن يلجأ إليها مثلا اللاجئ أو هي بالأصل لا تحاكم أو تقاضي اللاجئ هناك كثير من المشاكل تحتاج إلى مسألة شروط الجعلية التي لا يوجد حل وتجاوز لهذه المشاكل إلا باللجوء إلى هذه الشروط الحقيقة لو استعرضنا بعض هذه المشاكل نجد مسألة التوثيق وهي المسألة الكبرى أو المشكلة الكبرى التي يعني تواجه الزوجين كتثبيت حقوق الزوجين من خلال توثيق هذا العقد في مؤسسة رسمية إذن الخطوة الأولى هذه مسألة التوثيق ويمكن هنا للمرأة التي تخشى أن تقف يوما خارجا أو بعيدا عن زوجها الرافض لها الرافض لأداء حقوقها أن تقف دون أن يسمعها قاض أو دون أن تتحاكم أو تترافع أمام لجنة مسؤولة يمكن أن تضمن لها حقها فماذا عليها أن تفعل؟ يمكن أن تلجأ هنا إلى أن تشترط على زوجها في العقد أن يوثق لها هذا العقد التوثيق قد لا يكون هناك محكمة رسمية تقبلها في دولة غير دولتها ولكن يمكن أن يكون هناك التوثيق المبسط الممكن الحمد لله هناك جهود للمجلس الإسلام السوري من خلال التعامل مع رابطة العلماء السوريين مجالس الإصلاح الأسر التي تقوم بدور الحقيقة جيد جدا في مساء الحل المشاكل وتثبيت أيضا عقود الزواج مسألة الزواج من جنسية أخرى مسألة الزواج الثاني بالنسبة لدول الجوار التي لا تعترف ولا تثبت الزوجة الثانية أصلا الزوجة التي تخشى أن يضيع حقها أو يتركها زوجها وهذه حالات الحقيقة حصلت وكثيرة للأسف تزوجت لشهرين أو ثلاثة ثم فارقها زوجها وغاب عنها تريد الطلاق والتخلص لا تريد أحيانا حتى المهر أو ما تبقى من مهر تريد الإنتاق من المهر تريد الإنتاق فلا تجد من تتحاكم إليه ليعتقها لأن الزوجة غائب فلها أن تشترط أن تكون العسمة بيدها يمكن أن يكون حتى أن هذا الشرط مؤقت إلى أن يثبت لها زواجها الزواج بالقاصرات الآن في كثير من بلاد اللجوء الشرع الإسلامي أجازت وإن كان الشرع يشجع ويحث الناس على أن يكون الزواج ضمن حدود القانون في الدولة التي تعيش فيها لتثبت لها هذا العقد سواء في البلدية أو أمام أي لجنة أو هيئة يمكن أن توثق وتضمن لها هذا الحق شيخ يوسف لدينا بعض الحالات نستعرضها سريعا هي أمثلة عن الشروط الجالية على سبيل المثال هل للزوجة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها؟ هل يصح هذا الشرط؟ عند جمهور الفقهاء الذين قالوا بالضوابط التي ذكرناها يعتبرون هذا من الشروط الفاسدة التي يصح معها العقد ويلغى الشرط يصح العقد يصح العقد ويلغى الشرط لا يعترف بهذا الشرط وبالتالي لا يلزم الرجل بهذا ولا يحق لها أن تشترط هذا أما الحنابل الموسعون يمكن أن يستخدم أو يؤخذ بمذهب الحنابلة في حالات ضرورية مضيقة الحنابلة يجيزون هذا الشرط ويلزمون الزوج بالوفاء به هل يحق لها أن تطلب طلاقة ضرتها؟ يعني هي بداية لم تشترط بمضوع التعدد تزوج هذا الرجل وعدت فهل للزوجة أن تشترط طلاقة ضرورية؟ في العقد أن تشترط عليه في العقد نعم في العقد هذا الشرط سواء في العقد أو بعد العقد هذا الشرط الحقيقة لم يقل به أحد حتى الحنابل الموسعون من علمائهم ابن قدامة انحاز لرأي الجمهور في منع هذا الشرط ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم إلا أن باقي الحنابل من العلماء بقوا على مذهبهم في التوسع وأجازوا أيضا لها هذا الشرط وجعلوه ملزما هذا ينظر الحقيقة فيه إلى واقع المرأة واقع حال ممكن أن يختلف الحكم من شخص إلى شخص يمكن أن يجاز لفلان ما لا يجوز لآخر نعم في هذه الحالة هل لها أن تطلب الطلاق؟ في حال تزوج بأخرى هل يجوز لها شرعا؟ في القانون بالتأكيد لها أن تطالب وحتى في شرع لها أن تطالب لكن ما حكم طلبها؟ إذا كان الشرط ملزما صحيحا هي بالخيار أمام شيئين إما أن ترضى بهذا الواقع وتستمر في بناء أسرتها والاستمرار مع زوجها وتحتسب وتحتمل وتؤجر والخيار الثاني أن الشرع أجاز لها أن تطلب التفريق وفسخ العقد يحق لها أن تفسق العقد شريطة أن يكون الشرط صحيحا كما قلنا جميل طيب الآن ننتقل إلى الضفة الأخرى هل للزوج أن يشترط عليها على سبيل المثال أن لا تعمل في العقد في الشروط الجعلية نعم الإسلام عندما كلف الرجل بالنفق على الزوجة جعل المرأة ملكة في بيتها مضمونة مكفولة لا يستدعيها لأن تضطر للخروج إكراما وصيانة له فهذا هو الأصل في الحياة الزوجية وهذا لا يتعرض أبدا مع مقاصد الزواج وبالتالي يحق للزوج أن يشترط على زوجته أن لا تعمل في عقد الزواج ولكن إذا كانت تعمل وعقد الزواج ولم ينهها لم يشترط عليها فلا يجوز له بعد ذلك أن يطلب أو أن يأمرها يمنعها ولكن له أن يطلب قد لا تستجيب نعم إذا لم يشترط ذلك في عقد الزواج فليس من حقه من حقه المطالبة لكنها غير ملزمة وأيضا بالمقابل يحق لها في عقد الزواج أن تشترط على زوجها أن تعمل إذا خشيت أن يمنعها لاحقا جميل نعم جميل هل له أن يشترط عليها أن لا يكون لها مهر؟ الحقيقة المهر حق خالص للزوجة لا دخل لأحد به لها أن تنفقه كما شاءت إذا كانت من أهل التصرف والإنفاق لها أن تبرئ زوجها منه إذا كان ما زال دينا في ذمته لها أن تعطيه جزءا من هذا المال تتنازل عنه ولكن هو في الأصل حق افترضه الله واشترطه وآت النساء صدقاتهن نحلة وبالتالي إذا اشترط الرجل على زوجته أني أتزوجك على أن لا مهر لك وهذا في عقد الزواج هذا الشرط باطل غير صحيح لا غن لا قيمة له ولكن يبقى العقد صحيحا والشرط لاغيا ويجب لهذه الزوجة مهر المثل جميل للأسف انتهى الوقت تماما بنصف ثقيقة هل لها أن تشترط عليه عدم الخروج من بلدها؟ الآن كما تعلم عائلة أصبحت في سوريا والزوج ربما صار في تركيا أو ألمانيا أو غير ذلك هل لها أن تشترط على زوجها في العقد ألا يبعدها عن بيتها أو بلدها أو أهلها؟ نعم حسب ما رأينا في مذهب الحنابلة وحتى في مذهب الجمهور على أنه يجوز لها أن تشترط ولكن إذا كان قد يكون هناك لزوجة ظرف خاص أمها بحاجتها عائلة ولا تستطيع أن تعيش بعيدا عنهم فلها أن تشترط هذا العقد الزوجة حياكم الله للأسف لا تزال في جعبتنا العديد من الأسئلة ربما نخصص لذلك حلقة أخرى إن شاء الله حياكم الله شيخ حسن يوسف وجزاكم الله عننا وعن المشاهدين كل خير بارك الله فيكم أخيكم الله حياكم الله باسمكم مشاهدين نشكر وفضيلة الشيخ حسن يوسف مالستير في الفقه وأصوله على حضوره معنا في هذه الحلقة نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال المنصات الظهر على الشاشة أمامكم نستبدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألوا أبل الذكر إن كنتم لا تعلمون